السلام عليكم ورحمة الله مرحبا في حلقة جديدة فموضوعنا لهذا اليوم هو الاكتئاب سنحاول ان شاء الله هذا النهار نطرق الموضوع للاكتئاب شنو هم اسباب دي الاكتئاب مين يجينا الاكتئاب شنو هي الفئات الاكتر وعضلة الاكتئاب فاخليوكم معنا باش نشوفو الاكتئاب هي كلمة مشتقة من الكآباء اللي كتعني باللغة الفرنسية La depression باللغة الانجليزية Depression هاد الاكتئاب كلمة مشتقة من الكآباء شنو هي الكآباء الكآباء هي واحد الانسان عيش مع الهما به عيش الحياة بالفرح ديالها ناشط ضحك حتى تصلط عليه واحد الضلام دامس ولا ما كعرف الحياة حلاوة ديالها كديرا جيبلو شي حاجة تتفرح ما تكون عنده غراض يعني هاد الانسان فقد ديالحلاوة ديالحياة هادا هو الاكتئاب الاكتئاب تقيس ما يقارب 300 مليون شخص حول العالم فالاكتئاب مرض ماشي سهل الاكتئاب ماشي ضعف الشخصياء فالاكتئاب الاخوان مخصناش نحقروا فالاكتئاب شي كبير وخطير جدا فمنظمة الصحة صنفة الاكتئاب بالامراض العضوية الخطيرة كشراين الدم والسكري وضغط الدم وعديد من امراض الخطيرة مما يبين لنا ان هذا المرض ماشي سهل مرض خطير جدا ماذا هي الاعراض ديال الاكتئاب؟ الاكتئاب عنده بزاف ديال الاعراض ولكن الاغلبية اللي عندهم اكتئاب قد ظهر عندهم كالتالي كيكون نقصان في الوزن ضغوط نفسية ألم في الرأس بعد الأحيان نقصان في الوزن عدم الاهتمام بالنظفة الشخصية كيقول إنسان ما عندوش غرض في الحياة دياله كيعيش بحال يوم بحال غداب بحال غدليه ما كتعشبوش هاد الحياة ما عندو فيها غرض تيقول إذاك الشخص يفكر في الانتحار في المراحل الاخيرة دي الاكتئاب تيقول إذاك تفكر في الانتحار باش يتخلص من هاد الحياة فالاكتئاب شيء خطير جدا فعلاش الشباب ديالنا وقاعد الناس اللي كيتصابوا من الاكتئاب كيعانيوا من هاد الأعراض هادي شنو هو السبب؟ فبعد الدراسات كتقول بلي الاكتئاب هو بعض المشاكل اللي كتتطرع في الهورمونات يعني من كتبت له الهورمونات ديال لك الشخص كي بدأ تغير الحالة الكيميائية ديال الدماغ بزاف ديال المواد كيميائية اللي كتكون موجودة في الدماغ ديالنا الدماغ البشاري فيهم جموعة ديال الهورمونات اللي كيحرقون للجسم وكيأثروا عليه الاكتئاب بعد الأحيان ما تيكونش غير نفسي فيمكن يكون معاه أعراض أخرى كألم في الرأس حريق في الظهر أو مشاكل جسدية أخرى فالاكتئاب عنده علاقة وطيدة بالهورمونات فالضغوطات النفسية والمشاكل اليومية اللي كتعشها الأسر والشباب أكترية اللي كيتعرضوا لواحد الضغوطات اللي كيخافوا من المستقبل تيخافوا شنو جايبهم مستقبل تيخافوا أنهم منشحوش في الحياة فهذا حداته كيسببنا في الاكتئاب فالوعود الكاذبة أيضا يمكنها تؤدي اللي اكتئاب أو فقدان أشخاص اللي كانوا عزاز علينا وفقدناهم فإذا كان عندك ولدك أو بنتك ودخلوا في المراهقة فهما كيدخلوا في واحد تغيير تغيير الهورمونات فهذا يجب أن تتعرف كيف تتصرف معهم حيث ذاك التغيير يؤدي بهم الكتئاب وذلك الكتئاب تخليهم يكونوا معصبين وما يحاملينش الحياة فهذا يجب أن تتعرف كيف تتعامل معهم ذاك واحد الفترة وغادي يتدوز فبالنسبة النساء فالنساء منك يوصلوا لسين اليأس بعد الأربعين فهما أيضا يتعرضوا بشكل كبير الاكتئاب وهذا راجع لتغيير الهورمونات الاكتئاب كما كان أعرفه تدير فقدان الشاهية ولكن عند دارة دراسة رقوا بالنساء بالعكس تزاد لهم الشاهية كان بعد النساء تصابوا بالاكتئاب توليوا يأكلوا بشكل كبير جدا ممكن أيضا هذا الاكتئاب يجي من معاقبة النفس أو معاقبة الدات حيث أن الشخص يبقى يعاقب رأسه قبل ما يمشي لناس يبقى يقول علاش أنا ما نكون شاكا علاش ما نكون شاكا علاش ما نكون شاكا علاش ما درتش هادي أنا فاشل أنا فائل فهذا التكرار دائم دير المعاقبة النفس كأدي الاكتئاب فكيفاش نقدم تغلبوا الاكتئاب؟ كتبقى أحسن طريقة لتغلب الاكتئاب هي ما نخلوش الفارغ ونعمروا الوقت زيننا الحاجة اللي مزيانة قراءة كتوب مشاهدة أفلام هادفة أو ممارسة الرياضة حيث تتعدوا ممارسة الرياضة من أهم الأشياء اللي كتهيل لنا الاكتئاب فالجري أو السباحة أو لاعب كرة القدم كتلعب واحد دور كبير باش تحيل لنا الاكتئاب فنحاولوا ممارسة الرياضة رياضة مهمة لاهتمام بالنفس أو شكر الدات فهذا بحد داته كيعاوننا باش نتخلصهم الاكتئاب فالك انتي كتشكر راسك وكتقول أنا درت هادي مزيانة أنا ناجح في عياتي أنا هادي فالكتئاب كيبع لديك بعض شكل كبير ومستحيل يجيك الكتئاب فالاشخاص ايضا اللي كيهتموا بالمظهر ديالهم فحتى أنت اللي كتتخرج في هذا الفيديو فيمكنني يكون ستيم الاكتئاب مرحلة من مراحل حيات ديالك واحتى اللي عاشوا يقدر يعيشوا مازال حيث الاكتئاب يبنى شي جاء وغايمشي وما ما ديش يولي الاكتئاب يقدر يجي وغايمشي وما ديش يولي فتقولوا الدراسات باللي هذا الاكتئاب هذا يقدر يكون جاي من العائلة ديالك يعني ويراتي شي حد من العائلة ديالك كان مصب اكتئاب كي تصبي بزاف فانقل لك هذا الاكتئاب هذا فأنا شخصيا مريت من اكتئاب مشي اكتئاب واحد بزاف ديال المرات مريت في اكتئابات فحاولت نعمر لوقت ديالي وندخل الرياضة بزاف فالرياضة عندها واحد دور سحري ما كتحش حتى كتلقى اكتئاب مشا فهنا وصلنا نهاية الحلقة فحاول تغلب على الاكتئاب مشي الاكتئاب اللي غايتغلب عليك فشكرا على المشاهدة وفي موضوعين اخر من رقص المزل موتين اومي مات gorgeous أهم اشتركوا في القناة